استحدثت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية 19 خندقا داخل مدينة الحديدة معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار والتي تم تثبيتها بإشراف كبير المراقبين الأممية الجنرال أبهجي تأقوها الشهر الماضي ولم يمضي عليها أكثر من عشرة أيام مصر في الإعلام العسكرية التابعة للقوات المشتركة أكد أن ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد الميداني واستحداث مواقع جديدة وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقا عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في خرق صارخ لكل الاتفاقات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة وفقا لاتفاق ستوكولم وأوضح المصدر أن القوات المشتركة تقوم يوميا بإبلاغ فريق المراقبين الأممية عن الاستحداثات والخروقات التي تتكبها الميليشيات في مدينة الحديدة ومديرياتها وحذر مصدر عسكري في القوات المشتركة من استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية خروقاتها الميدانية والتي تهدد بنسف اتفاق التهدئة وتدفع باتجاه التصعيد عسكريا مؤكدا أن القوات المشتركة ترصد بدقة كل تحركات الميليشيات وأن أبطال المقاومة جاهزون لردع صلف ميليشيات الحوثي ودفنهم بالخنادق التي استحدثوها في مدينة الحديدة هذا ووزع الاعلام العسكري صورا لبعض الخنادق التي استحدثتها الميليشيات الحوثية في مناطق وأحياة سكنية بالقرب من مناطق التماس ونقاط ضباط ارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة